برضو احنا بنتكلم على توالي الأجيال وتعاقبها مبارح كان ذكرى رحيل الكابتن الكبير ورئيس النادي الأهل السابق كابتن محمد عبده صالح الوحش كابتن الوحش عليه رحمة الله النموذج للرياض السليم والخلق الرفيع والإنسان الدمث والمدرب الكبير اللي كان له بصمات كبيرة مع المنتخبات الوطنية ومع كرة القدم المصرية والأهلوية وفي الاتحاد الأفريقي كان له سنوات طويلة من العطاء كرئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي وتوفي في 21 مايو 2008 كابتن الوحش موليد 9 مايو 1929 حصل على باكالورس التربية الرياضية سنة 51 وخد درجة الماجستير في 59 نشأ في حي السيدة زينب بدأ حياته الرياضية لعب في النادي الأهلي كان عمره 15 سنة لما وصل لسن الخمستاشر توجه وجاره علاء الحمولي للنادي الأهلي وشاهد الكابتن مختار التيتش اللي ضم الاتنين لصفوف النادي الأهلي ما استمرش الكابتن الوحش سوى ثلاث شهور أصد علاء الحمولي استمر ثلاث شهور وانتقل إلى نادي الزمالك حقق الكابتن الوحش مع النادي الأهلي ألقاب كتيرة جدا قبل الاعتزال وهو 25 سنة فقط تحديدا اعتزل في عام 1955 اشتغل مدرب في قطاع الناشئين في الآلس ومدرب للفريق الأول حصل مع الفريق الأول على أكتر من بطولة جمع بين بطولتين الدور والكاس وكاس الوحدة بين مصر وسوريا تولى تدريب منتخب مصر أكتر من مرة شغل منصب المدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تلقى الكابتن الوحش عددا من الدورات التدريبية وعمل مفاتش بوزارة التربية والتعليم بالكويت عام 1963 ومدربا لمنتخب الكويت لمدة خمس سنوات التحق بالاتحاد الأفريقي كمدير للإدارة الفنية ثم عمل بالاتحاد الدولي منذ عام 82 ومن عام 85 بدأ يضع جميع الدراسات المدربة لأفريقيا في الاتحاد الأفريقي واستمر 13 سنة في الكاف عمل كرئيس الاتحاد الكرة المصري المؤقت في عام 2000 كان رائدا للتدريب الأكاديمي في الوطن العربي وواحد من ثمانية خبراء في اللجنة الفنية للفيفا كان عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي عام 76 زميلت أنا في الفترة دي وتولى رئاسة النادي الأهلي في الفترة من 1988 ل1992 ورحل عن عالمنا في 21 مايو 2008 عليه رحمة الله قيمة رياضية أخلاقية تجاوزت حدود الوطن إلى أفاق إقليمية عربية أي وإفريقية أي وعلى أحد خبراء زم أنت قلت كده في الاتحاد الدولي أي إيه العظمة دي هؤلاء هم رجال النادي الأهلي الحقيقة يعني مسيرة موفقة جدا مشرفة ألف رحمة ونور على روح الكابتن عبد صالح الوحش لأنه تلاميذه في النشاط الرياضي وفي كرة القدم وفي المدربين وحتى في الاتحاد الأفريقي كثر عليه رحمة الله